الحمد لله إذا كان له عادة بالصيام الاثنين والخميس من قبل فإنه يكمل على عادته ولو انتصف شعبان وهذه ميزة لأصحاب العادات الطيبة إذا ما كان له عادة قال بعض العلماء لا يصوم لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وأننا إذا اقتربنا من الفريضة لا نصلها بغيرها وبعض العلماء قالوا هذا الحديث لا يصح يصوم إذا أراد لكن قبل رمضان بيوم أو يومين لا يتنفل